تطلق الكتل النيابياً فتاحها على صيغة قانون عدوان المستمدة من قانون شربل في انتظار من يطلق رصاصة الرحمة عليه من أجل العودة إلى الستين ولا ينفك الرئيس سعد الحريري يعلن السير في أي قانون لإنجاح عهده أي قانون يمشي في سعد الحرير إيجابية تولد اعتراضاً داخل التيار الأزرق ناجماً عن تهاون رئيس الحكومة في استخدام صلاحياته على حساب طياره ممكن يكون فيه رأم اختلفة ولكن بالنتيجة الكل ملتزم بما يقوله دولة رئيس سعد الحريري رئيس الحريري أخذ خيار بتاعت كل الكتلة اللي دعمته فيه هو تسهيل عملية انتاج قانون الانتخابات يتطفق عليه كل اللبناني هو أكثر من مرة قال أنه إذا ما انتاجنا أنه منكون كحكومة فشلنا وأكيد هو مش حابب يفشل نقل بعض المقاعد المسيحية من بيروت وترابلس والبقاع الغربي وبعلبك الهرمل عقبة أمام التوافق على صيغة عدوان رفضها الرئيس نبيه بري وحزب الله والرئيس سعد الحريري بهمنا دايما أن نحافظ على العيش الواحد بهمنا دايما أن نكون ملتزمين بالطائف ويكون في هذه الصبغة الوطنية على القانون وعلى الانتخابات ما تكون انتخابات طائفية مذهبية مصادر التيار الوطني الحر تؤكد أنه لا يكون نقل المقاعد معرقلا لفرصة انتاج قانون جديد أما القوى السياسية الأخرى فتتحفظ حيال الاتفاقات النهائية ما لم ينتهي النقاش في تفاصيل القانون رواند أبو خزام قناة الجديد